هسا ما حد كان متوقع انه ولاية ذات ستة اصوات من المجمع الانتخابي ولاية ما حد حاسب لها حساب ولاية نيفادا اللي هي تسمى الولاية الفضية ان تكون هذه الولاية هي الولاية الحاسمة ما حد كان حاسبها كانت الناس حاسبة ممكن بنسلفينيا ممكن ميشيغن ممكن ويسكنسن ممكن جورجيا هاي كلها يعني ده نحن احنا عشر اصوات 16 صوت 20 صوت تمتلك هالولايات هاي ممكن تكون حاسمة اما ما لتكون ولاية بها ستة اصوات من المجمع الانتخابي هي الحاسمة بالنسبة لترامب وبالنسبة لبايدن اي ما حد شام متصورها فاذا هسا خلينا نلقي نظرة على الولايات اللي لحد الان هي لازالت قضيتها غير منتهية وبها تأخير كبير نيفادا لحد الان هي غير منتهية حتى هذه اللحظة وكذلك عدنا بنسلفينيا اللي هي بها عشرين صوت من الاصوات المجمع الانتخابي ونورث كارولاينة اللي بها 15 صوت من المجمع الانتخابي وكذلك جورجيا اللي بها 16 صوت من اصوات المجمع الانتخابي نيفادا لحد الان القيادة طبعا الى بايدن والقيادة في بنسلفينيا ونورث كارولاينة وجورجيا حتى هذه اللحظة الى ترامب فهذه الولايات فعليا هي يعني لحد الآن بالنسبة لجورجيا ونورث كارولاينة وبنسلفينيا هي ما راح تحدد شيء اللي يحدد هي نيفادا هذه صارت هي اخطر ولاية وهذه على فكرة هي ولاية يعني ديمقراطية هي من الاساس يعني هي موفد ولاية جمهورية لذلك يعني هواية ترجيحات انه نيفادا ستنتهي بالنسبة لبايدن واذا انتهت الى بايدن فمعناتها انتهت الانتخابات الامريكية واصبح جو بايدن هو رئيسا للولايات المتحدة الامريكية خلينا هسا نشوف شنو السيناريوهات المتوقعة بالنسبة لبايدن وبالنسبة لترامب اذا اجينا على الخريطة وشفنا هذه الخريطة بتفاصيلها طبعا اريزونا راحت للديمقراطيين تقدم مثل ما قلنا بنيفادا ايضا ويسكنسن اللي بيها 10 اصوات من المجمع الانتخابي فاز بها بايدن ميشيغن بيها 16 صوت من المجمع الانتخابي فاز بها بايدن فلذلك بالنسبة لبايدن الآن شنو هو المطلوب حتى يفوز حتى نذكر اي فائز في الانتخابات الامريكية او اي مرشح في الانتخابات الامريكية حتى يفوز لازم يحصل عن 270 صوت بس يوصل للم 270 صوت صار رئيس الولايات المتحدة الامريكية لذلك على هذه الوضعية وهذه طبعا اصبحت هي ولاية زرقاء مين على هذه الوضعية بايدن هو فايز في الانتخابات منتهي بس يحافظ على تقدمه بنيفادا وخلص لا يهم ما الذي سيحدث في بنسلفينيا او نورث كارولاينا وجورجيا لانه هو فاز في ويسكنسن وفي مشيغن الموضوع يعني ما يحتاج لكن الخطر هو نيفادا نيفادا هذه الظل يعني مشروطة انه لازم يظل هو يقود هذه الولاية وهذه الولاية بها تقارب على الرغم انها ولاية ديمقراطية اكو تقارب واكو تشنج وترامب نوعا ما ديضغط وديقاهم في نيفادا واذا اخذها النيفادا معناتها انقلب السحر على الساحر مع العلم احنا صارنا يمكن اكثر من 24 ساعة وبايدن يقود هذه الولاية لكن كل شيء ممكن يصير يعني انقلابات كثيرة في هذه الانتخابات لذلك لبايدن حتى يخلص من هذا الشرط وقياته لنيفادا اللي هي مثل ما قلنا بيها 6 اصوات من اصوات المجمع الانتخابي يقدر يروح الى بنسلفينيا ويفوس في بنسلفينيا اللي بيها 20 صوت من اصوات المجمع الانتخابي لذلك ما مهم شنو اللي يصير بنيفادا اذا خسر نيفادا على سبيل المثال هو متقدم وفائز وهو فوق الـ 270 واصل الى 284 صوت فبنسلفينيا طبعا نسبة فوز بايدن بيها كبيرة جدا ليش لانا اكثر من نص مليون صوت حتى يوم امس عبر البريد من المصوطين عبر البريد اللي هي جاية من محافظات في ولاية بنسلفينيا تابعة اساسا للديمقراطيين ممكن هذولا يفوزوه بشكل كبير يعني هو جو بايدن نفسه تحدث في اخر كلمة اليه البارحة تحدث عن هذا الموضوع وقال بانه احنا عندي شعور جيد عن بنسلفينيا ولذلك هذا ممكن يحدث هذا السيناريو اما ايضا ممكن ايضا شي سوي بدون بنسلفينيا نفترض انه ترامب فاز في بنسلفينيا يقدر يروح الى نورث كارولاينا ويكسب ال 15 صوت اللي بيها وبالتالي يفوز حتى لو خسر نيفادا ما عنده اي مشكلة يقدر هو يبقى رئيس للولايات المتحدة الامريكية ويقدر ايضا اذا ما فاز فيه نورث كارولاينا يفوز فيه جورجيا اللي الان بيها تظاهرات اللي هي طبعا بيها 16 صوت من اصوات المجمع الانتخابي بالتالي هو متقدم الى 286 واذا خسر نيفادا لاتهم 6 اصوات لن تغير شي فحتى يلغي نيفادا لازم باختصار ياخذ يا بنسلفينيا او نورث كارولاينا او جورجيا او يبقى على هذا الوضع يقود الامور ويفوز فعدة طرق عنده للفوز خيارات الفوز كثيرة على عكس ترامب الترامب الان اذا اجينا نظرنا الى سيناريوهات الفوز بالنسبة اليه فعليا ما عنده سيناريوهات كثيرة عنده بس نيفادا لازم يفوز بنيفادا يقلبها يتحول عنده 200 ويصير عنده فوق 270 صوت يصير 274 صوت ويفوز في الانتخابات هذا هو الحل الوحيد اللي عند ترامب وهذا الحل مشروط هاي المشكلة بالنسبة لترامب مشروط انه لازم جو بايدن مايفوز لا ببنسلفينيا ولا بنورث كارولاينا ولا بجورجيا مثل ما قلنا يفوز ببنسلفينيا او يفوز بنورث كارولاينا شوف او يفوز في جورجيا الموضوع منتهي بالنسبة اليه فحتى لو يعني ترامب حاول هنا الموضوع سينتهي بالنسبة اليه لكن اكو قضية الشكاوى هذه ممكن يعتمد عليها طبعا دونالد ترامب خلينا نرجع هذه نيفادا الآن ونشوف اذا ترامب هذه الشكاوى اللي سواها وطلب اعادة الفرز في ميشيغن وويسكنسين حتى هو الآن طالب ايقاف العد التصويت بالنسبة لبنسلفينيا مشاكل كثيرة جورجيا مثل ما كنا بها تظاهرات لنفترض جدلا انه ميشيغن لسبب ما عادة الفرز وذهاب الى المحكمة العليا جاب نتيجة واخذها ترامب طبعا اخذ ترامب لميشيغن رح تعتبر انفجار وتقدم كبير الى بـ 284 صوت فبالتالي الآن حتى له جو بايدن جو بايدن طبعا اذا فاز بـ 20 صوت هذا ايضا طبعا حتى نوضح رح يكون مشروط هذا الانتصار يكون مشروط اذا بنسلفينيا اخذها بايدن لانبيها 20 صوت رح يفوز هو في الانتخابات واذا فاز في نورث كارولاينة جو بايدن رح نرجع الى التعادل ويتحول الموضوع الى مجلس النواب الامريكي واذا فاز في جورجيا فجورجيا رح تطي الانتصار الى جو بايدن شوفش قد جو بايدن يقدر يفوز حتى لو وضعية الامور القانونية صارت في صالح دونالد ترامب كذلك يعني خلينا لن نفترض جدلا انه هذه جتي مشيغن بالنسبة الى دونالد ترامب وفاز بيها بالامور القضائية وغيرها ولسبب ما بما انه نيفادا ما منتهي قلبها الى النيفادا هنا الامور شوية تغيرت الامور هنا جو بايدن بعد حتى لو فاز في بنسلفينيا لن يفوز في الانتخابات ونورث كارولاينا كذلك لن يفوز في الانتخابات ولا رح يعادله ولا حتى جورجيا رح تأثر فلذلك مشيغن ونيفادا يعني قد تكون واحدة من اجمل السيناريوهات التي تحدث لترامب ويعني البعض يتوقع ان الامور اصبحت صعبة الان لم يعد هذا السيناريو سهلا ليحدث لكن ما ندري هذه انتخابات ايضا لنفترض ايضا انه يعني فعليا دونالد ترامب ما صارت في مشيغن وراحت مشيغن انه اكون نزاهة وشفافية في هذا الموضوع وفي عملية العد اذا رحنا الى ويسكنسون وقرروا انه ويسكنسون هي في صالح دونالد ترامب قضائيا مثلا او اعادة الفرز او بينات انه فعلا اكو تزوير وفاز بها ترامب اهنا ايضا الفوز مشروط الفوز المشروط انه لازم ما يخسر ولا ولاية لا بنسلفينيا يخسرها شوف يخسر مباشرة ولا نورث كارولاينا اذا راحت من عند الجو بايدن ايضا جو بايدن يصبح رئيس يعني شوف ايش قط صعبة وحتى ويسكنسون اذا حسبنا مثل سيناريو ميشيغن اللي هي بها عشر اصوات من المجمع الانتخابي لنفترض ان نيفادا صاحبة الست اصوات من المجمع الانتخابي صارت هي ويسكنسون في مصرحة دونالد ترامب حتى هذه مشروطة شلون مشروطة اذا فاز جو بايدن في بنسلدينيا راح يفوز على الرغم ترامب اخذ نيفادا واخذ ويسكنسون يفوز جو بايدن ايضا نورث كارولاينا هذه راح تسبب تعادل ويتحول الى مجلس النواب مثل ما قلنا وايضا جورجيا اذا فاز بيها جو بايدن حيفوز في الانتخابات شوف ايش قط سيناريوهات احنا يعني دا نحط الان ودا نلاحظ الامر واضح جدا ان جو بايدن ما عنده مشكلة حتى يصير رئيس الولايات المتحدة الامريكية وهو قريب جدا باختصار اي ولاية يفوز بيها الان اذا بنسلدينيا على هذا الوضع او نورث كارولاينا او جورجيا او تنعلن الان نيفادا انتهى الموضوع لذلك اول ما انعلنت النتائج في ميشيغن انعلنت الى جو بايدن ما انتظر دونالد ترامب والله انه نيفادا افوز بها او لا لا راح مباشرة المحاكم وراح اشتكه اشتكه في ميشيغن واشتكه في ويسكنسن وفي جورجيا اكو اعادة عدو اكو مشكلة مع العلم الفرز الان واصل 99% المفروض احنا اذا ما الان العلنة يمكن بعد ساعة تنعلن المفروض نسمع النتيجة رأسا في جورجيا لكن اكو ضغط اعادة فرز ومشكلة كذلك نورث كارولاينا مدى نسمع عنها الكثير لكن بنسلدينيا ايضا اكو تقارب كبير حملة بايدن قالوا اكو تقارب كبير وديريدون يفوزون في بنسلدينيا شعور جيد للديمقراطين انه راح يفوزون في بنسلدينيا فهذا الموضوع طبعا هو موضوع يعني اصبح مزعجا بالنسبة للطرفين وهذا ممكن يطول ايضا يعني خلونا لا ننسى انزعاج ترامب وتوجهه للقضاء مو بس في قضية التزوير اللي هو حجي به وانما اكو امر صار مهم احنا لازم نذكر به اللي صار البارحة ما كان شي عادي يعني كانت الامور كلها بهذا الشكل بهذا الشكل تماما كان متقدم ترامب وبويسكنسن وبميشيغن وببنسلدينيا وكانت نيفادا لحد الان ما طالع عليها اصوات واريزونا كان متقدم بها بايدن وهذه ولاية جمهورية يعني حتى لو كان متقدم بها ياخذها رأسا ياخذوها الجمهورين ولم تكن عائقا او مشكلة لان اريزونا بها داعش صوت مو مهمة بالنسبة الولايات بها عشر اصوات و 16 صوت و 20 صوت المشكلة لما بايدن ظهر البارحة الفجر طبعا بتوقيت بغداد وقال بهذا الظروف الناس توقعت رح يطلع يعتذر يقول مع السلامة امتهت الانتخابات شكرا جزيلا اتغيرت رأسا على عقب وقال لا بالعكس واحنا متفائلين واحنا ببانسلفينيزينين وان شاء الله واسكانسلنا اخذها بايدن تحدث بهذه الطريقة وراح ترامب انزعج سوى تغريدة وهذه التغريدة صار عليها انذار لاندي يحكي عن نتائج بالانتخابات ممنوع يحكي عن نتائج بالانتخابات في تويتر لان بيها ممكن تحريض بيها ممكن اي شيء ينحسب وبعدين طلع القى كلمة كلمة بايدن غيرت كل شيء على غفلة اتقدم في نيفادا وعلى غفلة اتقدم في ويسكنسن وفاز انعنت نتيجة اريزونا وفاز بدعش صوت من اصوات المجموع الانتخابي ورجع اتقدم في ميشيغن وفاز في ويسكنسن بعد ساعات والبارحة بالليل الى الفجر تقريبا فاز في ميشيغن غير كل شيء من حجه والان هو طلع بكلمة اخرى يعني ايضا البارحة بالليل اللي هي طبعا بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية هي الصبح منطلع حجة في قضية بنسلفينيا قال احنا والله 78% لحد الان من النص مليون صوت اللي راح يعدوها احنا فايزين بيها فلذلك غير مستبعد ان يحسن بنسلفينيا ونتوجه الى المحاكم وندخل في قضية طويلة عريضة لذلك هذا الموضوع صعب جدا هذه المرة على ترامب وكل الترجحات تؤكد ان بايدن سيكون هو رئيس الولايات المتحدة الامريكية ترجمة نانسي قنقر